بص أنا كنت بها نبدأ بسؤال تاني خالص بس مع التقرير مع الأستاذة دينا قالت حاجة كده في التقرير أنا هبدأ بيها خلاص؟ اتفقنا؟ يال ماشي هي بتقول في التقرير إن إحنا لازم نصاحب ولادنا ولازم يبقوا هم صاحبنا ونحاول ونحاول أنا عارفة الجملة دي كويس أب وقتتقال بقالها سنينة صحيح بس أنا بقى من وجهة نظري كإيمان وصحح ليقول أنت غلط أو أنت صح معاياتي أنت عارفني صريح صريح أقول لي غلط جدا أنا أقولك تمام يال أنا من أول ما بتدينا نقول نصاحب ولادنا وإحنا كستات أو معرفش كرجالة عموما صاحبناهم غلط يعني أنا شايفة إن إحنا صاحبناهم غلط وباظت العملية لأنا بقيت أم تمام بيتخاف مني ولا هي بقيت البنوتة اللي تقلق لو لو مامتها شافتها بتعمل حاجة غلط كويس يعني سبيل المسالة ديك مثال وهسيبك تتكلم بتلاقي أب ما قاعد ابنه جنبه بيدخن تمام فأنا بتخد أقول له طب ليه قالك لا أهو يشرب معايا بس ما يشربش من ورايا أنا كده بصاحبه فيجي يحكي لي كل حاجة أنا بالنسبالي إكس كبيرة ده غلط بلاقي أم قاعدة بتدخن في أي كافية أو في أي مكان وبنتها بتدخن زيها صحيح فببص بتخد اللي هو إيه بنتك تسعتاشر سنة فاللي هو إزاي يعني إنت إزاي تسمحي لها قاعدة يعني أنا والله العظيم يا أحمد ببقى ليه إزاي وإزاي تبهوزي تمخها كده فتقول لي إيه لأ ما هي إيه كانت الأول بتقعد تكذب عشان تروخه في كافية مع أصحابها بس دلوقتي هي قاعدة معايا وقدام عيني وقدام عينك إيه إيه يا شيخة إيه إيه اللي أنت بتعمليه ده فأنا شايف أن دي مش صحبية أنا شايف أن أنا ببوز عيالي كده بالمنظر ده طيب خلينا بس نصحح حاجة مبدأ أن إحنا نصحب ولادنا ده مبدأ عظيم جدا بس إحنا بنعمله في إيه إحنا بنصحبهم إزاي يعني أنا أنا يعني أنا ما أظنش أنه في صديق أنا بحس ابني أو بنتي على أنه هو يصدقه أو يصحبه وهبقى شايف على الصديق دي ده حاجة مش مظبوطة يعني لو شايف أنه هو سلوكه مش قويم مش هقول لابني أو بنتي صحبه فأنا لو أنا بحس ابني أو بنتي على أنه هو يصاحب الشخص اللي أنا بعتبر أنه سلوكه قويم وأنه متربي في بيته بشكل جيد فالأولى أني أنا أكون ليه هذا الصاحب إذا قدرت أن أنا أكون لابني أو بنتي هذا الصاحب اللي سلوكه قويم اللي سلوكه مهندم اللي سلوكه مرتب اللي عنده أخلاق اللي بيسمعهم اللي بيحتويهم هيبقى المكسب كبير جدا لأنها دي في هنا كمان الخبرة والحب الغير المشروط يعني لو إحنا بنتكلم عن منطق الحب الغير المشروط ده حقيقة أنه الأب والأم هم أكتر أكتر شخصين هيحبوا أكتر مصدر للحب في الدنيا صحيح وهو حب صادق جدا وما ورهوش منفع فلو قدرت أكون له صاحب بقى مع كل ده مع خبرتي كمان فأنا فدت وأنا كمان استفدت إن أنا عشت اللي فاضل من حياتي معاه حلو عشت مع صاحب جديد أنا اللي كونت شخصيته وأنا المتدخل في ناشيته